السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتي نتمنى تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة الوصفة ديال اليوم هي وصفة زوينة بزف غي تحيدنا جميع الدهون اللي كتكون في البطن ديك الكرش اللي كتكون متدلية وكنحس بها بانها مديران جيانا لانه كي كل حجم ديالها كبر من المعقول وهاد الوصفة راه كتحيدنا البطن هي الاولى في حالة ما يلزولتي البطن وبغيتي تعودت نقصي من البوة ديالك من الوزن ديالك غدا تدومي عليها حتى توصلي الوزن اللي انتي بغا هالي قطعها هاد الوصفة راه زوينة بزف غدي نديروها هكذا عبارة عن اقراص اولا الرائحة ديالهم زوينة ومو شهيين وتقدر اي سيدة او اي بنت تشربهم من فوق لاج من فوق السن ديال 16 عام ومن الاحسن انها ما تشربهمش الحامل ولا المرضيع لانها كتكون في واحد الفترة حارجة من الاحسن انها ما تشربهمش باش ما تريسكيش انها الله يستر تفقد الجانين ديالها المكون الاول اللي غنديرو في هاد الوصفة كيف ما كتشوفوه هو النافع او اليانسون وهو راه معروف بانه كي خلصنا من الغازات قبل كل شيء اننا نستعمله غير مستحلب بغير بالماء وفي كويس انقون شربوه من صباح صباح ومن الليل الليل كي حيدلينا الغازات اللي في البطن المكون ثاني هو الكامون الكامون هو تقريبا من نفس العائلة ديال النافع وديال ينسون وعندو نفس الدور وهو الدور ديال تنحيف هنا انا عندي النعناع المجفف الى كان عندك ديريه الى ما كانش عندك عوضيه بالشيء الاخضر العادي اللي كان شربوه الشعره او المفتول وهنا عندي زريعة الكتان انا كان نخوض نفس المقياس زريعة الكتان بالنسبة اللي هي يبوح ديتها الى اخديتها من الليل الليل اخوديها مهرمشة يعني متقوقها شي شوية وشربها بالماء هي يبوح ديتها كتنحف وهنا عندي واحد العود كيف ما كتشوفو صغير بزاف ديال القرفة ما بغيناش نكترو القرفة القرفة زوينة في التنحيف وكتهبط مستوى السكر في الدم ما بغيناش نكتروها باش ما تهبط شنا تنسيون اي الضغط وغادي ندير القزبر انا هنا عندي القزبر اليابس عندي مطحون غادي ندير منو حتى هو ملعقة نفس الكيمية كندير من كل شيء ايلا القرفة بوحديتها اللي ذرت منها واحد العود صغير يعني واحد الكمية اقل من الكمية ديال العشوب ديال العشوب الاخرين هده هما العشوب اللي عندي هكذا كنخلطهم وهما كلهم يابسين را كيف ما شفتو حتى النعناع اراني ميبسة وكتعارفوني اراني ميبسة في المنزيل يعني غاس له وهلي يبستو وانا را ديرا عليه وصفة يعني حاطة واحد الفيديو في القناة ديالي ديال النعناع المجفف من بعد هده العشوب كاملين غادي نطحنهم اللي كيقول بانا زريعة الكتان ما خاصاش تطحن اللي كيقول بانا زريعة الكتان ما خاصاش تطحن غير لا تطحنها ما تبقاش واحد المودة كتيرة كتفقد ديال مكونات اللي فيها الالياف اللي فيها ما كيبقاش عندهم واحد الضور كامل يعني كتفقد شوية ديال النجاعة ديال المكونات ديالها صافي تطحن هده المكونات كاملين كيف ما كتشوفوا تطحنتهم مزيان ما الا كنا كنت نطحنوا شي حاجه حتى كتتطحن مزيان هلي كتشد في جناب ديال طحانة ما دام راها شد في جناب ادرنا طحنتهم مزيان ما غديش نحتاج باش اننا نغرب لهم هما اصلا في الاول منقياهم ومسحهم مزيان فحطور شونه نقياهم وديرم فحطور شونه ومسحيهم انا خديت هنا مقياس ديال الجوج ديال الملاعق صغار عامرين غندي ندير هنا مشروب وغندير اقراس وبجوج بهم كي يكملوا بعضياتهم هنا الكمية اللي بقات عندي غنضيف عليها فقط جوج ديال الملاعق صغار ديال خلط تفاح انا بغيتها تجمع ولكن ما غديش تجمع لي بخلط تفاح ما غديش ندير فيها شي زيت من الزيوت ولا حتى الما ما غديش نديرو غدي نضيف واحد مكون اخر باش غدي تجمع لي ونقدر نجعل منها كويرات نحضر منها كويرات هاد جوج ديال الملاعق غدي نبس بس بس بيهم هاد الكيمية اللي عندي حاولي باش بقيت خلطي مزيان باش ما تكونش عدنا بلاسة فيها خلط تفاح وبلاصة اخرى ما فياش خلط تفاح شفتو كيفاش نبس بس 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 بهم بحال ليلة بغيت يتخلطهم حتى بالاصابع ديالك بس 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 بهم بالاصابع ديالك من بعد غدي نضيف فيها الجوبن الجوبن اي نوع ديال الجوبن يكون زوين كينين بعض الاجبان اللي هي ديال الريجيم احنا ما عدناش غنديرو هاد الجوبن اه تولاتي هذا المثلة بالنسبة هادك الكمية الاخرى غدي نصبق نضيف فيها واحد جوج الكيسان بقياس العنبة ديال المالي كيوصل درجات الغلايان جوج ديال الملاعق صغار غندير فيها جوج ديال الكيسان ديال الماء وصل درجات الغلايان الكيس بقياس العنبة خلطت واحد شوية وغدي نخليس مما يطلق هنا اضفت الجوبن المتلت الأولى وغدي نضيف تانية ومن الاحسن يكونوا خارجين من من تلاجة انا وحده كانت خارجة من تلاجة وحده في تلاجة يعني وحده سهلة باش غدي تتخلط بسرعة ولك الاخرى ماشي مشكل غدي نبقى هكذا كان معكها بالقافة ديال الملعقة كما تشوفوا وغدي نوقف الفيديو حتى نخلطهم مزيان بنفس الطريقة قلب الملعقة كما تشوفوا منتجه وكان معك في هادة مكونات نخلط فيهم بالقافة ديال الملعقة انا غدي نكمل دابة الخليط ديالة وراجع معاكم من بعد ما خلطهم مزيان شفتوا كيفاش كي يوليوا ودهك الجبن ودهك الجبن كي خليهم كيتماسكو إلا درتي نفس الكميون قسمنا جوش ديال الملاعق صغار باش تدري بهم دهك المحلول غدا تدري جوش ديال الجبنات متلاتات فقط وانتي هادة الكوائرات راهم سهلين ما كيشد لفليد لفوالو كتديرهم بسرعة كما كتشوفوه ما كيبقى شدين لفيدي لوالوه انا كندير هادة الاقراط شفتوا قداش درتهم إلا بغيت ديرهم كبار شوية ديرهم ولكن من الاحسن يكونوا على هادة القياس هادة ديرهم هادة الوصفة درتها على شكل اقراس باش غادي نخليها نديرها هكذا في هادة العلبة ذي الزجاج من الاحسن إلا ما كاش نديرها في علبة بلاستيكية لانه غادي نديرها غير في تلاجة ماشي سخونة ما غاديش نتلق فيها المكونات بالبلاستيك ايام الاحسن انا نديرها في علبة ذجاجية وغادي نصدق لها ونخليها في تلاجة لاناني غادي نستعملها كل يوم سنستعمل منها قرص واحد او كويرة واحدة هادو بقي غادين نضيف عليهم واحد المقوين اخر اللي تهو عندو واحد الضور كبير في التخصيص اللي هي بودورشية ولكن غادين نضيف واحد الكيمية قليلة بزاف لاناني غير غادين نفندهم هاد الكويرات غادين نفندهم في بودورشية كيف ما كاتشوفو نقدر هاكدا نضورهم بين يدي باش هادك البودور تشد مزيان هاد الوصفة راها سهلة والمكونات ديالها شفتو راها تقدروا يكونوا كلهم في المنزل لا بالنسبة النعناع نعوضوه باتعي او بالشاي الاخضر بالنسبة الكامون النافع القرفة مكونات كلها موجودة في المنزل زرعة الكتن يعني ما غاديش نحتاجو اننا نشريو شي مكونات غالية لدينا اولا كي را عندها دور كبير راه يلخدتين نهار الاول والثاني والثالث مع هاد المحلول غا نوركم الطريقة راه فاش غدا تطولي كيف ما كنقولو دوزيل للطوالت يعني غا تحسي براسك بانك تتخرطي بانك تبقتيش حجف الامعاء ديالك و هادي من بيه الاشياء اللي كتخلي انه البطن ديالك ينحاف بالنسبة لهاد المحلول حتى وغا نخليه تيبرد وغا نديره في تلاجه ولكن غادي نخليه ما غاديش نصفيه كامله غادي نولي نبغي نشرب غير من صباح لصباح غادي نصفي هكدا واحد الكأس اللي هو صغير تقربا نصف الكأس ديال العنبة قبيل ادرجوش الكيسان ديال العنبة ديال الماء دابا هدا نصف الكأس ديال العنبة يعني ان هاد المحلول غايد ديالي اربع ايام ومن الصباح فاش نصفي هكدا ما نصفيش كله في الول من الصباح صباح فاش ننوض نصفيه الى جاني بارد بزاف لقدر ندفيه غادي نعصر فيه واحد قيمة نصف ملعقة صغيرة ولا حتى الملعقة على حسابة تحمل كنتي العصير للحامض وغادي تشربه على الرق اذا كنتي كيدرق الحامض او عندك حساس يمنو مدرج الحامض غير هاد المكونات اللي فيه رازوينة راه محار موالو وزوين بزاف ديال الحامض وديري شوية معجبكش مدرج الحامض وشربه على الرق نلسي واحد نصف ساعة هلي فطري هاد المحلول دا باديش كيسان غايدلك اربع ايام ومن بعد عودة الوصفة تقدري تخليها حتى غبرة كل يوم تولي تشدي ديال واحد الكويس غادي تقضي به يومين من بعد هاد الكويرات من الليل لليل طريقة ديال استعماله مضروري يسمعي لها وهو ما غادي يكونوا في فطلاجة غادي تجبديها غادي تدلي وحده في فمك وغادي تشربها اما بالماء سخون واما بقتي بدون سكر سخون واما بالحليب سخون هادي هي الطريقة ماشي كتشربها كتمضغيها وكتشرب ذاك شي اللي سخون اما ماء واما شاي واما الحليب باش تكون عدنا واحد النتيجة زوينة بزاف ضروري ما هاد الكويرات نديروهم في نفس الوقت مع هاد المشرب المشرب مع الصباح والكويرات في الليل هاد الوصفة راها كتزونا البطن نهائيا الى دومنا عليها وإلى زونا البطن كيف ما قلت لكم وبقينا باغين اننا نحافوا من اماكن اخرى نبقوا نشربوها ما عندهاش سيلبيات ما هاد الحامل والمرضع ما تشربوهمش باش ما تكونش عندها نتائج خيبة نتمنى ان هاد الوصفة تعجبكم نديروها وتخلصكم من البطن ومن الكرش البارزة وإلى عجباتكم ديرو لي لايك كتبوها لي في التعالق وليما مشاركش في قناتي يشارك وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته